في أواخر شهر يونيو من عام 1942 ميلاديا كانت قوات المحور بقيادة الجنرال إيرفن روميل تتقدم بسرعة شديدة نحو الأراضي المصرية فبعد نجاحها المبهر في معركة غزالة وطردها لقوات الحلفاء من الأراضي الليبية قررت قوات البانزر الأفريقية المكونة من الدبابات الألمانية والإيطالية وفرق المشاه أن تواصل دقتها عليهم وتطاردهم حتى قناة السويس بمصر وفي المقابل كان الجنرال كلاود أوكنليك يتراجع بقوات الجيش الثامن حتى أصبح على بعد 80 كم فقط من الأسكندرية فكانت كل المعطيات تشير بأن السيادة البريطانية على قناة السويس ومصادر البترول في الشرق الأوسط تقترب من نهايتها ولما لا فبعد أيام قليلة كانت الأراضي المصرية على موعد مع واحدة من أكبر معارك الدبابات وأكثرها حسما في تاريخ الحرب العالمية الثانية عالم الحروب الحديثة قد يكون معقدا للغاية بالنسبة للبعض فالأمر لم يعد مقتصرا على مبارزة بالسيوف أو المناورة بالخيول فقد أصبح هناك أنواع رهيبة من الأسلحة والطائرات والدبابات التي تتطلب تطوير خطط استراتيجية متنوعة للتعامل مع كل معركة بشكل مختلف وكما سترون في تلك الحلقة فإن معرفة قائد الجيش بمزايا وعيوب ما يمتلك وكيفية التعامل معه يعتبر من أهم عوامل الانتصار في أي حرب فإذا كنت مهتما بمعرفة أهم أنواع الدبابات وكيفية تطوير عقلة للتعامل مع خطط الحروب المختلفة فلعبة World of Tanks هي ما تبحث عنه لعبة World of Tanks هي اللعبة المجانية الأولى من نوعها لمحب الحروب الحديثة فبأكثر من 150 مليون مرة تحميل ومليون ونصف لعب أونلاين تعدى اللعبة مرجعا هاما للغاية لأهم أنواع الدبابات وتطوير خطط المعارك ومن أجل فهم مدار حقا على أرض العالمين كنت باستخدامها شخصيا من أجل التعرف على أنواع الدبابات المختلفة وترك التعامل معها فهي تحتوي على أكثر من 800 نوع دبابة من 11 دولة مختلفة فبها ستفهم جيدا الفرق بين الدبابات الخفيفة والثقيلة والعربات المدرعة والمدفعية وغيرها واللعبة مثيرة بحق فهي تمرن عقلك على التعامل مع العدو في أكثر من 30 أرض قتال مختلفة فيمكنك قيادة الدبابات واللعبة وحدك أو مشاركة أصدقائك القتال في السحراء أو التلال أو حتى في المدن الجديدة وقد استمتعت كثيرا وأنا أقوم بتطوير الخطط المختلفة من تنفيذ الهجوم المضلل أو محاوطة الأعداء أو الهجوم المباشر حسب حاجة المعركة وأفضل ما في الأمر أن اللعبة مجانية ومتاحة للجميع على كل أنواع الأجهزة وإذا قمت بالتسجيل الآن وقمت بالانتصار في أول معركة ستحصل على مزايا عديدة عند تفعيل كود كومبات فلمدة 7 أيام ستحظر بميزة تطوير حسابك إلى البريميوم كما ستحصل على 250 ألف عملة لتطوير أسلحتك وشراء الكثير من المزايا الأخرى وستستطيع اللعب بأهم أنواع الدبابات السوفيتية والأمريكية والألمانية التي استخدمت بالفعل على أرض الواقع وسأترك لكم في صندوق الوصف اللينك الخاص بتحميل اللعبة والتسجيل بها فلما الانتظار؟ قم بتحميلها الآن وشاركني اللعب واذبت أنك الأفضل بين أكثر من مليون لعب ينتظرك في أوائل سبتمبر عام 1939 أعلنت ألمانيا النازية بقيادة هتلر الحرب على بولندا مشعلة بذلك فتيل الحرب العالمية الثانية فحسب اتفاقية الدفاع المشترك كان على فرنسا وإنجلترا التدخل ونجدة بولندا من أي هجوم ولذلك بعد أن قام هتلر بضم الدنمارك والنرويج في عام 1940 بدأ بتوجيه قواته نحوهم بالغرب وبين شهرين مايو ويونيو من نفس العام وقعت بلجيكا وهولندا تحت سيطرته فأصبحت بذلك قواته النازية وجها لوجها أمام القوات الفرنسية وفي غدون أيام قليلة كان الألمان يكتسحون الجيش الفرنسي وسط دهول العالم واحتلوا معظم الأراضي الفرنسية وفي نفس الوقت تقريبا أعلنت إيطاليا بقيادة موسوليني انضمامها إلى ألمانيا وقامت بإعلان الحرب على فرنسا وإنجلترا فتم إغلاق مياه البحر الأبيض المتوسط تماما أمام السفن الإنجليزية وسيطر سلاح الجو الإيطالي على المنطقة وقام بقصف موارد الإنجليز في السلوم ومرسى مطروح والأسكندرية بمصر ومن أجل زيادة الضغط على الإنجليز قرر الجيش العاشر الإيطالي التقدم من ليبيا نحو مصر ووصل بالفعل إلى الحدود في اليوم الثالث عشر من سبتمبر ووصل تقدمه حتى توقف بالقرب من منطقة سيدي براني وفي نهاية شهر أكتوبر شنت إيطاليا مجددا الهجوم من قاعدتها في ألبانيا على اليونان فقد كان سقوط اليونان ومصر يعني تهديد مركز بريطانيا في الشرق الأوسط تهديدا خطيرا ولكن بالرغم من ذلك تمكن الإنجليز في شهر ديسمبر من تنفيذ هجوم مضاد على القوات الإيطالية بمصر مستغلة عدم تقدمها ونجحوا في تدمير ستة فرق إيطالية كاملة وطردوهم من البلاد وفي خلال ثلاثة شهور فقط كانت قوات الإنجليز تتقدم في الأراضي الليبية وتحقق نجاحا تلو الآخر حتى وصلوا إلى العقيلة وقدوا على معظم الجيش العاشر الإيطالي وأسروا 133 ألف مع أسلحتهم وفي نفس الفترة كانت القوات اليونانية ترد هجوم القوات الإيطالية وتسبب لهم خسائر كبيرة الأمر الذي وضع الإيطاليين في موقف شديد الخطورة ولذلك بمجرد انتهاء ألمانيا من السيطرة على رومانيا في أوائل عام 1941 قررت التوجه نحو الجنوب وضم كل البلاد في طريقها حتى تصبح على الحدود مع اليونان وتقتحمها لنجدة القوات الإيطالية وفي نفس الوقت قرر هتلر التدخل في شمال أفريقيا حتى لا يحدث انهارا آخرا للإيطاليين كما حدث في اليونان فتم إرسال فايلق أفريقيا الألماني بقيادة إيرفين روميل إلى ترابلوس مسلحا بأقوى الأسلحة والدبابات الملائمة للعمليات الصحراوية ورغم أن التفكير الألماني في بداية الأمر كان يعتمد على الاحتفاظ بالمنطقة ومنع تقدم الإنجليز إلا أن عقلية روميل الهجومية لم ترضى بهذا الوضع ولذلك في الوقت الذي كانت ترسل فيه بريطانيا المعونات لليونان حتى تصمد أمام هجمات الألمان المتوقعة كان روميل يشن هجوما حدا على قوات البريطانيين في شمال أفريقيا واستطاع بالفعل ببراعات شديدة أن يسترد مدينة برقة وطاردهم حتى مدينة تبروك وحاصرهم حصارا شديدا وخلال تلك المدة شنت ألمانيا هجوما حدا على البلقان حتى استطاعت أن تقتحم يغوزلافيا وتقدمت حتى اليونان فأصبح الإنجليز في وضع شديد الخطورة واضطروا للانسحاب نحو جزيرة كريت للدفاع عنها وانسحب البعض الآخر منهم نحو مصر ولكن نظرا لإفتقارين للحماية الجوية استطاع قوات المظلات الألمانية أن تهبط على الجزيرة وسيطروا عليها تماما في غدون 12 يوم ظلت الأوضاع على صفيح ساخن في المنطقة ففي أوائل شهر مايو كانت القوات الألمانية تتسلل إلى سوريا بمساعدة حكومة بيشي الفرنسية والتي كانت تردخ لضغطات الألمان آنذاك فأدرك الجنرال ويفل القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط مدى خطورة ذلك الأمر عليهم فإذا تمكن الألمان من السيطرة على سوريا فسيمكنهم بسهولة الاتصال بقوات رومل من الشرق كما سيكون بترول العراقي والخريج تحت تهديد شديد ولذلك أسرع بإرسال فرقة مشاه إلى سوريا وتم الهجوم عليها من الجنوب والشمال حتى اضطر المندوب الفرنسي لطلب هدنة وبذلك تم تأمين جناح الأيمن للقوات البريطانية أثناء عملياتها الصحراوية وأصبح في مقدورها تركيز مواردها للدفاع عن ميدان عملياتها في مصر في يوليو عام 1941 أعلنت ألمانيا الحرب رسميا على الاتحاد السوفيتي ونظرا لماذا دخامة الحرب في تلك الجبهة قرر الألمان تخصيص 152 فرقة من أصل 214 ضد السوفيت وحدهم ووزعت البقية على مختلف الدول وكان نصيب شمال أفريقيا هو فرقتين مدرعتين فقط تحت قيادة رومل ولذلك عندما تم تعيينه القائد أوكنليك قائدا عاما للقوات البريطانية في الشرق الأوسط بدلا من ويفل أراد انتهاز فرصة تورط الألمان ضد السوفيت وقرر القيام بهجوم كبير لطرد قوات المحور من شمال أفريقيا وبالفعل بين شهرين نوفمبر ويناير من عام 1942 حدثت عدة معارك بين الطرفين استطاع أوكنليك في آخرها أن يفك الحصار عن مدينة توبروك بل ودفع رومل إلى الانسحاب حتى مدينة العقيلة لإعادة ترتيب أوراقه ولكن عندما وصلت الإمدادات أخيرا إلى رومل قرر بعض عشرة أيام فقط أن ينفذ هجوما حدا على القوات البريطانية واستطاع أن يضغط على الجيش الثامن حتى يسيطر على ميناء بني غازي وتقدم حتى خط الغزالة الذي قررت القوات البريطانية أن تحتمي به مهما كلف الأمر قرر الطرفين أن يلتقط أنفاسهم قليلا بعدما عانوه طوال الأشهر الماضية ولذلك استقرت الأوضاع قليلا لمدة أربعة أشهر كاملة ولكن بعدها حدثت معاركة غزالة والتي تعتبر واحدة من أكبر وأعظم معارك الصحراء في تاريخ الحروب فقد استطاع رومل وبذكاء شديد أن يكبد الإنجليز خسائر رهيبة بعد انهيار القوى المضرعة لديهم فلم يتبك لهم سوى ثلاثين ذبابة من أصل تسعمائة وأجبرهم على التراجع بما تبك من جيشهم إلى الخلف فانسحبت معظم القوات نحو الحدود المصرية ولم يحاولوا الحفاظ على أي من ممتلكاتهم سوى في تبروك ولذلك أسرع رومل بالسير ورائهم واستطاع بعد أن أوهمهم أنه يطاردهم أن يلتف نحو تبروك من جديد وضمر كل ما بها من دبابات وسيطر عليها تماما بما فيها من مؤن وذخائر ووقود خاص بالحلفاء وبذلك انهارت الدفاعات البريطانية تماما ولم يجد الجنرال ريتشي قائد الجيش الثامن مفرا سوى بإصدار الأوامر بالانسحاب إلى مرسى متروح تحت حماية القوة الجوية البريطانية وقدر رومل أن الطريقة أصبح مفتوحا أمامه الآن للوصول إلى مصر ورغم أن الخطة كانت تقتضي باستعادة السيطرة على تبروك ثم الالتفات إلى جزيرة ملطة حتى تكون قاعدة ألمانية تسهل عليهم السيطرة على الأجواء إلا أن طمع رومل وهتلر جعلهم يؤجلان تلك الخطة وأصدر الأوامر بمطاردة الإنجليز حتى يتم دخول القاهرة وقد اعتبر التخلي عن خطة السيطرة على ملطة من أكبر الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها رومل آنذاك استمرت قوات المحور بقيادة رومل في التقدم نحو مصر حتى وصلت إلى مرسى متروح يوم 26 يونيو وعندئذ أدرك الجنرال أوكلك والذي تولى قيادة الجيش الثامن بنفسه بعد عزل جنرال ريتشي أن التحص في مرسى متروح في شدة الخطورة نظرا لانكشاف جانبه الأيصر والذي يمكن تطويقه بسهولة بمدرعات رومل ولذلك أصدر الأوامر بالانسحاب نحو العالمين ورغم محاولته تعطيل قوات رومل قدر الإمكان حتى تتمكن قواته من الانسحاب إلا أن قوات المحور استطاعت القبض على ستة ألاف أسير واستولت على أربعين دبابة وعدد هائل من المعونات البريطانية قبل أن تواصلوا زحفها خلف الإنجليز كانت محطة العالمين الصغيرة تقع على الخط الحديدي الموصل إلى مرسى متروح وعلى بعد 65 ميل فقط من الأسكندرية وقد أخذت هذا الإسم لوقوعها بين جبلين ومن المعروف أن في العربية يطلق على الجبل يعلم وفي هذا الوقت كانت تعتبر أصلح منطقة للدفاع عن القطر المصري من جهة الغرب ولذلك علق الحلفاء أمالا كثيرة على الاحتفاظ بمواقعهم الدفاعية بها وصد هجمات رومل ويرجع ذلك لانقسام العالمين إلى عدة مناطق تساعد على الدفاع عنها بالفعل ففي أقسى الشمال كان يقع الطريق السحلي الرئيسي المرسوف وبمحاذاته خط سكة الحديد على أرض منبسطة وعلى بعد 16 كيلو متر من الساحل كانت تقع سلسلة ضيقة من التلال المخفضة لعدة كيلو مترات من الشرق للغرب وكانت تعرف باسم تبة الروايسات وقد كانت هذه التلال تعطي رؤية ممتازة للمنطقة لمن يقف بأعالها ويسيطر عليها وعلى بعد 32 كيلو متر جنوبا يقع منخفض القطارة الذي يعد أعظم هيئة طبيعية في السحراء الغربية فمساحته تبلغ 19 ألف كيلو متر مربع ويقع تحت مستوى سطح البحر وقاع هذا المتخفض عبارة عن مستنقعات مالحة وتربة لينة لا يمكن السير بالعربات من خلالها وقد امتد خط الدفاع البريطاني من ساحل العالمين وحتى مخفض القطارة مما يعني أنه إذا أراد رومل أن يهاجم كوات الجيش الثامن فعليه أن يتخلى عن استراتيجياته الشهيرة بتطويق جيش الحلفاء من الخلف وتدميرهم كما حدث في معركة غزالة الشهيرة فالسبيل الوحيد لديه لتحقيق ذلك هو اختراق مخفض القطارة بدباباته وهو أمر يعد من المستحيلات ولن يكون بذلك لديه مفرا سوى الهجوم ومواجهة الجيش من الأمام وقد اعتمد أوكنليك أيضا في خطته على بعد رومل عن مركز الإمدادات في ترابلوس وعلى انتشار حالة التعب والإرهاق بين الجنود ونقص المعدات والذخائر والطعام خلال رحلاتهم الطويلة للعالمين ولكن رغم كل ذلك كان على الجنرال أوكنليك أن يحضر خطة دفاع غير قابلة للاختراق حتى يتغلب على براعة رومل الذي طالما أثبت تفوقه عليهم فعندما تسلم قيادة الجيش الثامن بنفسه والذي كان يضم جنودا من عدة جنسيات أدرك مدى سوء الوضع الذي كان يعاني منه الرجال فقد فقد الجيش حوالي 50% من قوته بعد مقتل أسر الرجال في كل المعارك التي دخلوها أمام رومل وفقدانهم لأهم المعدات والأسلحة والدبابات خلال انسحابهم فشرع فورا في تجهيز الخطة للتعامل مع هذا الوضع خطة دفاع أوكنليك اعتمدت على تأسيس ثلاثة سنوضيق دفاعية منفصل عن بعضها البعض بمسافة 15 ميل تقريبا الصندوق الأول والأقوى هو صندوق العالمين فقد أنشأ حول بلدة العالمين نفسها على شكل نصف دائرة قطرها 7 أميال وقد كانت كل حفر الأسلحة به والدعائم مبنية من الأسمنت المسلح وكان معظم المناطق حول هذا الصندوق محاطة بالأسلاك الشائكة والألغام وتولى مسئولية الدفاع عنه اللواء الثالث الجنوب الأفريقي من الجيش الثامن أما الصندوق الثاني فكان صندوق باب القطارة على بعد 13 كيلو متر جنوب غرب تبة الروايسات وقد تم حفره بدقة ولكنه لم يكن محاطة بالأسلاك الشائكة أو الألغام مثل الصندوق الأول وقد احتله اللواء السادس النيوزيلندي وبدأ في تحسين دفاعاته فورا أما الصندوق الثالث فكان صندوق نقب أبو دويس على حافة مخفض القطارة في أقصى الجنوب وقد احتله اللواء التاسع الهندي وكان يعد أضعف هذه الصناديق حيث لم تكن الدخائر والمياه كافيين به لبقائه مدة طويلة ونظرا لاتساع المسافة بين صندوق العالمين الدفاعي وصندوق باب القطارة قام الجنرال نوري قائد الفايلوك الثلاثين بإصدار أوامره بإنشاء صندوق دفاعي آخر عند منطقة باب الشين للسد الثغر بينهما وقد احتله اللواء الثامن عشر الهندي والذي كان وصل من العراق حديثا وشرعت كل هذه الفرق في تحسين الدفاعات فورا ووضع الأسلاك الشائكة والألغام به قبل وصول قوات المحور إليها ونظرا لأن أوكليك كان يعلم بمدى براعة روميل في تغيير خطة الهجوم حسب مجريات الحرب فأدرك بأنه إن أراد أن يوقف تقدمه فعليه أن يتخلى عن سياسة التمسك بالمواقع الدفاعية حتى النهاية والتي أدت لخسائر كارثية في تبرك ومطروح وقرر هذه المرة أن ينفذ سياسة الدفاع المتحرك والتي تعتمد على تشكيل مجموعات خفيفة الحركة للدفاع عن المواقع بحيث تكون على أتم استعداد للتخلي عن موقعها والتراجع لمكان آخر والتحصن به إذا تطلب الأمر وسينجح هذا الأمر عاجلا أم أجلا بكل تأكيد في صد تقدم روميل خاصة بعدما ستطول خطوط مواصلاته بهذا الشكل الهائل ولذلك تم تقسيم الفرقة الأولى الجنوب الأفريقية إلى مجموعتين خفيفتي الحركة كل مجموعة منهما تعادل لواء فكانت المجموعة الأولى هي اللواء الثاني جنوب أفريقيا ووضعت غرب علم الكنسل أما المجموعة الثانية فهي اللواء الأول جنوب أفريقيا ووضعت شمال تبة الروايسات مباشرة وتم تقسيم بقايا الفرقة الخمسينة البريطانية إلى ثلاث مجموعات خفيفة الحركة بكل منها بطارية ومدفعية وتم أضعوهم جميعا خلف علم الكنسل كما شكلت الفرقة العاشرة الهندية مجموعة وضعت على تبة الروايسات أما الفرقة النيوزلندية الثانية فقد احتل اللواء السادس منها صندوق باب القطارة ووقف اللواءان الرابع والخامس خلفه في منطقة دير المناصب وكانت جميع القوات الموجودة في القطاع الشمالي أي الفرقة الأولى جنوب أفريقيا والفرقة الخمسين البريطانية والقوات المدرعة تحت قيادة الفايلك الثلاثين أما القوات في القطاع الجنوبي الممثلة في الفرقة الثانية النيوزلندية والفرقة التاسعة الهندية فكانت تتبع الفايلك الثالث عشر وكانت قيادة الجيش الثامن تتمركز خلف تبة عالم الحافة وتنصق العمل بين الفايلقين فكان هذا هو موقف البريطانيين عند وصول قوات المحور إليهم في يوم 30 يونيو على الجانب الآخر كانت قوات المحور بالرغم من تفوقها تعاني هي الأخرى فحالة التموينات والوقود لم تكن مرضية على الإطلاق فكل ما استولوا عليه في طبرق ومطروح كان على وشك النفاذ ولم يكن من الممكن وصول الإمدادات لهم بشكل سريع نظرا لطول المسافة بين مراكز الدعم للمحور بعكس قوات الحلفاء والذي كانت تصل لهم الإمدادات بشكل مستمر من الأسكندرية ولذلك في وقت وصول رومل إلى العالمين كان 85% من عرباته عبارة عن عربات بريطانية تم الاستيلاء عليها خلال تقدمه كما كان عدد الدبابات الخاص بفرقتين البانزر الخامسة عشر والواحد والعشرين لا تزيد عن خمسة وخمسين دبابة ومشاتهما لا يزيدون عن خمسمائة جندي بينما كانت قوة الفرقة التسعين الخفيفة لا تزيد عن ألف ومائة جندي ولم تزيد عدد المدافع الألمانية عن تلثمائة وثلاثين مدفع أما القوات الإيطالية المساندة فقد ضمت بين العشرين لثلاثين دبابة وخمسة ألاب جندي من المشاه وحوالي مائتين مدفع ولكن رغم ذلك فإن عزيمة رومل الحديدية لم تتزعزع وصمم على مواصلة الضغط على قوات الحلفاء واختراق العالمين حتى يصل لمنطقة الدلتا وذلك قبل أن تصل قوات الدعم اللازم للجيش الثامن خطة رومل اعتمدت على أن تقوم الفرقة التسعين الخفيفة بالتقدم على يسار صندوق العالمين والفرقة الدفاعية المتمركزة به ثم وصلت التقدم شرقا حتى يتخطوه ثم الالتفاف ومحواطة الفيلك الثلاثين بالكامل وقطع اتصاله بإمدادات الشرق وفي نفس الوقت كانت قوات المدفعية من الفيلك الواحد وعشرين الإيطالي ستقوم بمهاجمة صندوق العالمين من الغرب لتثبيت القوى المدافعة به ومنعها من الهجوم على الفرقة التسعين حتى تؤمن مسيرتها وعلى الجانب الآخر كانت قوات البنزر الخامسة عشر والواحد والعشرين ستتقدم بين قوات الفيلكان الثلاثين والثالث عشر البريطانية ثم ستقوم بالالتفاف نحو الجنوب ومحواطة الفيلك الثالث عشر من الخلف وإجباره على الاستسلام وقد كلف أيضا الفيلك العشرين الإيطالي ومهاجمة اللواء العاشر الهندي الذي كان يعتقد رومل بوجوده في منطقة دير الأبيض بينما يتقدم باقي الفيلك إلى تبة الروايسات خلفهم لاحتلال الموقع وبالفعل في الثالثة صباحا بعد منتصف ليلة الأول من يوليو عام 1942 ميلاديا تقدمت الفرقة تسعين الخفيفة بعرباتها المحملة بالرجال وبدأت في التقدم نحو هدفها المتفق عليه ولكن نظرا لانتشار الظلام والإرهاق على الرجال ضلت العربات طريقها ووجدت نفسها بعد قليل في مواجهة صندوق العالمين الدفاعي وبمجرد أن لمحتها قوات الحلفاء فتحت النيران الثقيل عليها من خلف الأسلاك الشائكة فاضطر رجال الفرقة التسعين بالهبوط من العربات ورد النيران عليهم بقصوة شديدة وعندما لاحت أولى علامات الصباح انطلقت طائرات الحلفاء من مواقعها وأمطرت الفرقة التسعين بقصف جوي عنيف وزادت من سوء الوضع بالنسبة لهم فتم تعطيل تقدمهم وثبتوا في أماكنهم في نفس الوقت عندما كانت قوات دبابات البنزر الخامسة عشر والواحد والعشرين الألمانية تتقدم نحو هدفها وعندما اقتربت من تل الروايسات واعتقدت أنها التفت حول القوات البريطانية التي ظنت أنها في منطقة دير الأبيض فوجئت بوابل من النيران وقصف عنيف من مدفعيات الفرقة الثامنة عشر الهندية التي كانت تحتل المكان فاضطرت القوات للثبات في موقعها أمام منطقة دير الشين ولكن على الساعة العشرة صباحا قرر القائد الألماني تنفيذ هجوم عنيف بالمدفعية على القوات الهندية المرابطة في المكان وبعد حوالي ساعة ونصف من القصف المتواصل تم إرساله اثنين من الضباط البريطانيين الذي تم أسرهما من قبل لإبلاغ القادة في القاعدة الهندية أن أمامهم ثلاثين دقيقة للإسلام قبل أن يتم اجتياحهم ولكن رد عليهم القادة بها من خلال موجات الراديو بأنهم سيقاتلوا في أماكنهم حتى النهاية وقد نقل هؤلاء الأسرة معلومات خطيرة تفيد بأن الألمان يعانون بشدة من نقص الإمدادات التي تصل إليهم والتي ستفيد البريطانيين كثيرا فيما بعد في تلك الأثناء كانت قوات الفرقة التسعين الخفيفة قد تم تثبيتها في مكانها لمدة ستة ساعات كاملة جراء القصف العنيف من مدفعية وطائرات الحلفاء ولكن حسن حظهم هبت عصفة صحراوية شديدة على المكان ووفرت الغطاء اللازم لهم للتحرك فبدأت العربات تتحرك من جديد على أمل الوصول لطريق يمكنهم من الالتفاف حول صندوق العالمين وبالعودة لقوات البانزر فسنجد أنها قد قامت بقصف عنيف من الدبابات على غرب تبة الروايسات لحماية تقدم المشاه وقوات المدفعية نحو اللواء الثامن عشر الهندي وبمجرد تمركز قوات المشاه في مكانها قامت بفتح النيران الشديدة على قوات الدفاع الهندية باستخدام رشاش MG 42 الجديد من نوعه آنذاب وبعدها تم ملاحظة الثغرة المنتظرة وبدأت قوات البانزر في الهجوم على الموقع على ثلاث دفعات كان المشاه هم الدفع الأخيرة بها ورغم تعرضهم لخسائر من الألغام المحيطة بالموقع إلا أنهم استطاعوا إيجاد ممر وبدأ تدافع الجنود والدبابات على الجهة الشمالية الشرقية للصندوق الدفاعي وقام المهندسون باستخدام القنابل والتوربيدات لفتح تغرف الأسوار الشائكة المحيطة به فاندفع كل من كان بالصندوق الدفاعي من الهنود والبريطانيين وفتحوا النيران بكل ما يمتلكوه من أسلحة للدفاع عن حياتهم وكانوا يمنون النفس جميعا بوصول الفرقة الأولى المضرعة البريطانية لدعمهم ولكن لسوء الحظ تعطلت تلك الفرقة أثناء مسيرتها بعدما خاضت منطقة من الرمال النعيمة فاشتد الوضع كثيرا على الطرفين بمنطقة داير الشين واستمروا على هذا الحال لفترة من الزمن ولكن نظرا لنقص الذخائر قلت حدة الدفاع الهندية على الرابعة عصرا وتمكن المهندسون الألمان أخيرا من فتح ثغرة في الأسوار فاندفعت الدبابات الألمانية وقامت بقصف عنيف لمركز الدفاع بالصندوق ورغم خسائرها الشديدة في هذا الهجوم إلا أنها تمكنت من محاوطة معظم الفرق اللواء الثامن عشر الهندي وقامت بتدمير معظم دفاعاته ووقع القائد البريطاني للقوات بالمكان في الأسر بعدها بوقت قصير وفقط عندما ظن الألمان أنهم سيطروا على الوضع فوجئوا في خلال الليل بوصول قوات الفرقة الأولى المضرعة البريطانية أخيرا وإطلاقهم للنار عليهم بمساعدة طائرات الجو فاضطر الألمان للثبات في موقعهم لما تبقى من الليلة في تلك الأثناء كانت عربات الفرقة التسعين الخفيفة قد تمكنت من قطع منتصف المسافة حول صندوق العالمين الدفاعي ولكن في الوقت الذي كانت تظن أنها نجت من الهجمات الدفاعية للجيش الثامن تعرضت لقصف عنيف مفاجئ من قوات المدفعية الجنوب الأفريقية وبدأت ترسل نداءات الاستغاثة من خلال موجات الراديو فتقدم روميل مع قواته الخاصة والعربات المضادة للدبابات نحوهم لنجدتهم وهو يصرخ فيهم للتحرك ولكنه سرعان ما وجد نفسه مضطرا للاحتماء من نيران المدفعية العنيفة التي وقعت عليهم وبذلك الوضع انتهت أولى أيام معركة العالمين بالسقوط اللواء الثامن عشر الهندي ومقتل وإصابة ألفين رجل تقريبا منهم ولم ينجوا من القتل ثوى 12 رجل فقط من أصل 800 بريطاني كانوا يساندونهم وعلى الناحية الأخرى فقد تم تدمير 18 دبابة من أصل 55 لقوات البانزر الألمانية في هذا الهجوم وتم تعطيل فرقة التسعين الخفيفة في مكانها ومنع تقدمها في صباح اليوم التالي أمر روميل الفرقة التسعين الخفيفة بمواصلة الهجوم على مدفعية الفرقة الجنوب الأفريقية ولكن نظرا لفشله في تحقيق أي تقدم أرسل الأوامر لقوات البانزر الـ 15 والـ 21 بالتخلي عن تقدمها نحو الجنوب والانضمام لهم من خلال الهجوم على الدفاعات غرب تبة الرواسات وبالفعل تقدمت دبابات البانزر نحو تبة الرواسات واشتبكت مع الفرقة العشال الهندية التي كانت تحرص المكان واستماتت هذه الفرقة في دفاعها حتى منتصف الظهيرة تقريبا وحينئذ انضم لها لواءان مضرعان واشتبكوا مع الألمان واستطاعوا جميعا صد هجمات دبابات البانزر العنيفة بل ودفعوهم من موقعهم مع اقتراب الغروب وانطلقت طائرات الجو البريطانية بعدها تقصف الألمان خلال تراجعهم في اليوم التالي أمر روميل قوات البانزر بمواصلة الهجوم على تبة الرواسات على أن يعاونهم اللواء الميكانيكية من الفرقة العشرين الإيطالية بالهجوم من جنوب التبة كما أعطى الأوامل الفرقة العاشرة الإيطالية أن تسيطر على منطقة المرير وفي ذلك اليوم كانت قوات البانزر تضم 26 دبابة فقط بعد ازدياد خسائرها في اليوم السابق ولكن ذلك لم يمنع من حدوث تبادل إطلاق عنيف بين الطرفين من تبة الرواسات واضطر سلاح الجو البريطاني أن ينفذ 780 حملة جوية لتثبيت قوات الألمان في مواقعهم ومن أجل أن يخفوا الضغط على قوات الجيش الثامن في الميمنة والقلب أصدرت الأوامل للفرقة الثانية نيوزلندية مع اللواء السابع البريطاني أن يتقدم شمالا للهجوم على مؤخرة القوات الألمانية وبالفعل التقى جزء من تلك الفرقة مع الفرقة المدرعة 132 أريات الإيطالية خلال تقدمها نحو تبة الرواسات وحدث تبادل إطلاق للقذائف عنيف بين الطرفين فقدت خلاله الفرقة الإيطالية 530 رجل ولم يتبقى معها في آخر اليوم سوى 5 دبابات فقط وفي نفس الوقت انتقت بقية الفرقة النيوزلندية خلال تقدمها مع اللواء السابع والعشرين بريشيا عند المارير والذي منعها من مواصلة التقدم نحو تبة الرواسات وانتهى هذا اليوم مجددا بعدم تحقيق أي طرف انتصارا محسوما على الآخر وظل الوضع على ما هو عليه بعد ذلك اليوم أدرك روميل أن قواته في غاية الإنهاك وبحاجة للتجمع والراحة وأنها لن تستطيع إحراز أي تقدم في ظل هذه الظروف حيث كان يعاني بشدة من نقص الإمدادات والوقود فقد كان سلاح الجو البريطاني مستمرا في قصف خطوط مواصلاته فأمر الجنود بالتراجع واتخاذ الوضع الدفاعي حتى يصل إليه ما يحتاجه وفي المقابل كان الجيش الثامن البريطاني مستمرا في تلقي الإمدادات لقربه من خطوط مواصلاته بمصر وتلقى بالفعل الدعم اللازم بوصول الفرقة التسعة الإسترالية وانضمامها لخط الدفاع الشمالي والفرقتين الخامسة والمائة واحد وستين والتان انضمتها إلى خط الدفاع في الروايسات في يوم 8 يوليو قرر الجنرال أوكنليك ولأول مرة القيام بهجمات مضادة ضد قوات روميل وذلك بهدف السيطرة على المواقع الحيوية بمنطقة العالمين فأمر الفرقة التاسعة الأسترالية التي وصلت حديثا ومعها اللواء المضرع الرابع والأربعين أن يهجموا على تل عيسى وأمر الفرقة الأولى لجنوب أفريقية أن تهجم على التل المجاوري لها على أن يعاونهما اللواء المضرع الأول البريطاني في تلك الهجمات وبالفعل في يوم 10 يوليو قام جزء من الفرقة الأسترالية بقصف عنيف للغاية شمال تل عيسى ويقال أن هذا القصف كان الأعنف على الإطلاق منذ بدء حملة شمال أفريقيا الأمر الذي سبب هلعا شديدا لمشاة الفرقة الستين الإيطالية سابراثا والذين كانوا غير محميين من تلك الهجمات فتمكن الأستراليون من احتلال الموقع وأسر 1500 جندي إيطالي وفي نفس الوقت كانت الفرقة الجنوب الأفريقية احتلت التلة القريبة منها قام رومل بالرد سريعا على ذلك الهجوم وأرسل فرقة البنزر الخامسة عشر بالإضافة لفرقة المدرعات تريستي الإيطالية لسد الثغرة وسط صفوف جيشه وقامت هذه الفرق بتبادل القصف مع قوات الحلفاء لبقية اليوم وفي اليوم التالي رد أوكنليك وتم إرساله بقية الفرقة الأسترالية مع اللواء المدرع الرابع والأربعين وقصفوا غرب تل عيسى حتى تمكنوا من السيطرة عليه تماما واستمر الحال على ما هو عليه على مدار الأيام التالية فقد شن رومل العديد من الهجمات ومساعدة قوات البنزر الخامسة عشر والواحد والعشرين على قوات الحلفاء واستعاد بالفعل السيطرة على المنطقة الواقعة غرب تل عيسى وكاد أن يتمكن من اختراق صندوق العالمين بعدما اقترب كثيرا من موقع القوات الجنوب الأفريقية لو لا تدخل مدفعية الفرقة الأسترالية والبريطانية بالمكان ولكن رغم ذلك كانت هناك عملية أخرى دائرة في الجنوب فعندما لاحظ أوكنليك أن العديد من قوات الألمان قد ذهبت للمشاركة في العمليات الدائرة في الشمال قرر بأن يوجه الضربة للقوات الإيطالية الضعيفة بالجنوب على أمل أن يسبب مزيدا من الضعف وسط صفوف قوات المحور فأمل الفرقة النيوزلندية الرابعة والخامسة أن تتقدم وتهجم على الفرق الإيطالية بريشيا وبافيا غرب تبة الروايسات وفي نفس الوقت تعاونهما الفرقة الخامسة الهندية وتسيطر على الجزء الشرقي للتبة على أن يعاونهما اللواءين الثاني والثاني والعشرين مدرع في ذلك الأمر وبالفعل مع فجه اليوم الخامس عشر تقدمت الفرقة النيوزلندية نحو هدفها ولكنها وقعت فريسة للألغام المنتشرة في المنطقة وأوقفت من تقدمها في مكان مكشوف أمام العدو ولم تتمكن القوات المدرعة كذلك من الوصول لها ومساعدتها فتمكن الألمان من تدمير معظم أسلحة تلك الفرقتين وأسروا حوالي 350 جندي منهم مع قائدهم ولكن بالرغم من ذلك تمكنت الفرقة الهندية الخامسة أن تواصل تقدمها مع اللواء الثاني المدرع وسيطروا على هدفهم في منتصف اليوم ومع حلول اليوم السابع من القتال توقف القتال في المنطقة الشمالية لتل عيسى أخيرا وتبت الروايسات ودخل الطرفان في هدنة مؤقتة بعدما عانى كل منهما من خسائر كبيرة حاول أوكليك أن يخفى الضغط عن القوات بتبة الروايسات فأمر الفرقة الأسترالية أن تنفذ هجوما جديدا من الشمال على قوات المحور في تبة المطارية في السابع عشر من يوليو واستطاعت بالفعل تلك القوة من مساعدة دبابات اللواء الرابع والأربعين المدرع أن تأصل ما يقرب من 700 جندي من فرقتين ترينتو وتريستي الإيطالية ولكن تسبب هجوم الألمان المضاد بخسائر كبيرة وسط صفوف تلك القوة وتمكنوا من إجبارها على التراجع نحو الشمال من جديد بعد أن قتلوا منهم ما يقرب من 300 جندي فاضطر الطرفان لتهدئة الأوضاع مجددا لمدة ثلاثة أيام كاملة خلال تلك الفترة قام كل طرف بعادة تقييم الوضع في المنطقة وأدرك أوكليك أن قوات الجيش الثامن تتفوق بشكل كبير في العدد والعتاد على قوات رومل ولذلك قرر بأن يكون الهجوم التالي عنيفا للغاية من أجل تحقيق انتصار حاسم هذه المرة ولذلك أصدر الأوامل للفرقة 161 الهندية أن تهاجم تبة الروايسات من أجل السيطرة على دير الشين بينما تهاجم الفرقة السادسة النيوزلندية جنوب التبة حتى تصل مخفض المريل وتسيطر عليه وكان من المقرر أن يسير اللواء الثاني المضرع واللواء الثالث والعشرين الجديد في الثغرة التي ستمهدها الفرقتين وبالفعل في عصر اليوم الحادي والعشرين تمكنت الفرقة النيوزلندية من الوصول لمخفض المريل ولكن نظرا لصعوبة المكان وانتشار الألغام فشلت الألوية المضرعة من الالتحاق بفرق المشاه تاركة إياها للتعرض لهجوم عنيف من قبل قوات البنزر الخامسة والثامنة فسقط حوالي 900 نيوزلندي صريعا في مكانهم وعلى الناحية الأخرى حققت الفرقة الهندية بعض النجاح عندما وصلت لهدفها في دير الشين ولكنها اشتبكت في قتال عنيف مع قوات المحور اضطرت بسببها للتراجع من جديد وحتى يتم تدارك الموقف في منخفض المريل تم إصداره الأوامر للواء المضرع الثالث والعشرين أن يتوجه فورا لنجلة الفرقة النيوزلندية من الفناء وذلك رغم انتشار الطريق بالألغام فوقع ذلك اللواء في مأزق شديد عندما وجد نفسه محصرا بالألغام والقصف العنيف من قبل دبابات البنزر الواحد والعشرين فتم تدمير ذلك اللواء بالكامل بعد سقوط حوالي 80 دبابة تابعة له وعلى الشمال من تلك الأحداث كانت الفرقة الأسترالية السادسة والعشرين تهاجم تل عيسى وتنجح في السيطرة عليه بينما اشتبكت الفرقة الأسترالية الرابعة والعشرين في قتال عنيف مع قوات المحور بالتل القريب منها ونجحت قوات رومل في تدمير 23 دبابة من اللواء المضرع الخمسين الذي كان يساندها ففشلت مرة أخرى قوات الحلفاء في تحقيق الانتصار الذي كانت تأمله على قوات رومل بالرغم من تفوقها العددي وعلى الجانب الآخر كانت قوات رومل مستنزفة حتى آخر قطرة عرق لديها وقد أبلغ رومل القادة الألمان بحاجاته للدعم قائلا الوضع في العالمين في غاية السوء وفي منتهى الخطورة علينا في اليوم السادس والعشرين من يوليو أطلق الجنرال أوكلك عملية ضد قوات المحور وعليها ففي الوقت الذي كانت الفرقة الأسترالية ستسيطر على الجزء الشرقي من تبة المطرية وتتجه نحو شمال غرب التبة كان على القوات الجنوب الأفريقية أن تخلي الطريق جنوب شرقة المطرية من الألغام وبعدها كانت الفرقة التسعة وستين من المشاه ستسير من خلال هذا الطريق حتى تصل إلى دايرة ديب وتخلي الطريق هناك من الألغام كذلك فيمكن بذلك لللواء الثاني المضرع مسحوبا باللواء الرابع أن يتجه إلى منطقة الويسكا ويهاجم خطوط اتصالات جيش المحور ويقطعها وبالفعل في الثانية صباحا من اليوم السابع والعشرين من يوليو تمكنت الفرقة الأسترالية من اتخاذ مواقعها الاستراتيجية بالقرب من تبة المطرية وبعد ستة ساعات كانت الفرقة التسعة وستين تسيطر كذلك على موقعها في الجنوب ولكنها وقعت في خطأ كبير بعدم قدرة العربات المضادة للدبابات باللحق بها فأصبحت الفرقة مكشوفة تماما أمام هجمات قوات المحور استغل رمل ذلك الوضع وقام بشأن هجوم مضاد عنيف على الفرقة تسعة وستين وأحدث خسائر كبيرة وصف صفوفهم وفي نفس الوقت كانت دبابات اللواء الخمسين الملكي تجد صعوبة بالغة في السير بنفس الطريق الذي أخلته لهم الفرقة الأسترالية فظلت تلك الدبابات للطريق ووقعت فريسة للألغام ودمرت ثلاثة عشر دبابة ولم تلتحك أبدا بالفرقة الأسترالية فاستغل رمل ذلك الوضع أيضا وشن هجوما مضادا على الفرقة الأسترالية كذلك فسقط حوالي ستمائة رجل من الفرقة تسعة وستين وحوالي ربعمائة رجل من الفرقة الأسترالية في ذلك اليوم دون أن يحققوا أي تقدم نحو قوات رمل المنهكة ولذلك في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يوليو لاحظ أوكنليك مدى الإنهاك الذي تعرض له الجيش الثامن وأدرك بأنه يجب عليه التوقف عن تلك العمليات الهجومية وتحسين الدفاعات التي أقاموها استعدادا لأي هجمات مضادة من رومل وبذلك المشهد انتهت معركة العالمين الأولى على الأراضي المصرية انتهت معركة العالمين الأولى من نتائج متفاوتة وغير حاسمة فكل طرف كان سببا لخسائر كارثية للطرف الآخر دون أن يحقق كل منهما أهدافه فبالنسبة لقوات المحور فقد تم تعطيل تقدمها نحو الأسكندرية والقاهرة وقناة السويس كما كان مخططا لها كما عانت كثيرا من خسائر كبيرة في الدبابات والأرواح خاصة في الجانب الإيطالي الغير مضرب جيدا وتم أسر ما يقرم من سبعة ألاف جندي من قواتهم أما بالنسبة لقوات الحلفاء فلم تخلوا صفوفهم كذلك من الخسائر فقد فقدوا حوالي ثلاثة عشر ألف جندي في ذلك الشهر خاصة من الفرقة النيوزلندية والهندية والأسترالية التي انضمت فيما بعد للقتال ولذلك أدرك كل قائد بأن تحقيق هدفه سيتطلب هدنة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق بعدما أثبتت منطقة العالمين أنه من الصعب للغاية استخدام القوات المدرعة في أعمليات خفيفة الحركة وبدى من الواضح أن دور المشاة والمدفعية سيزيد كثيرا خلال المعارك القادمة وكان من المخطط أن يمضي كل طرف شهر أغسطس كاملا في استقبال الإمدادات التي يحتاجها وفي رسم الخطط اللازمة للتفوق على قريني وبالفعل ستتواجه قوات الحلفاء والمحور مجددا في معارك عنيفة للغاية على أرض العالمين بعد انتهاء تلك المدة وسيصهر شخصيات جديدة مثل الجنرال بيرن المونتجومري بأفكار وخطط غيرت كثيرا من نتيجة الحرب النهائية وإذا نالت تلك الحلقة استحسانكم أخبروني في التعليقات حتى أقوم بسرد ما حدث لاحقا بينهم وإلى لقاء آخر وقصة جديدة من قصص تاريخ في حدوتك وقبل ما أختم الحلقة خلوني أقولكم أن عدد كبير بيشتكي من عدم وصول إشعارات أي فيديو جديد بعمله لهم وعشان نتفادى الموضوع ده باستأذنكم أنتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الإشعارات الجديدة لكم عشان يجيلكم خبر بأي فيديو جديد بعمله وطبعا لو أنت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة فمرحبا بك في القناة وبطلب منك أنك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولولي رأيكم إيه في فيديو النهاردة واشوفكم الحلقة الجاي على خير إن شاء الله